من جهتها كشفت إدارة فريق شبيبة الصورة بأنها ستقدم طعنا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد تلقيها للعقوبة رغم اعترافها بالخطأ الذي ارتكبه سكرتير الفريق مؤكدة بأن النادي سيواصل لعب بشكل عادي مع نسيان لقاء نادي إبارادو كما أضافت الإدارة بأنها ستقوم بتحفز اللعبين معنويا تفاديا لتأثورهم ونتاجي الفريق بهذه العقوبة ورغم اعتراف رئيس النادي زرواطي بخطأ الإدارة إلى أنه استغرب السرعة في اتخاذ القرار إلى جانب وجود أخطاء بالجملة الغلطة فريق شبيبة الصورة كان ربح في المستطيل و40 مليون جزائري شفت كيف ربح في المستطيل من يبغي يدعو نقاط بكورة القدم من يبغي يدعو نقاط بكورة القدم هذا فريق معروف يلعب كورة القدم مليح نحن كان يدعو في المستطيل نعم طعا نسانس طوص الفيدرالية طعا الفيدرالية ولكن طعا الفيدرالية لما يمشي اللجنة طعان اللجنة طعان اللجنة طعان طعيس الفيدرالية تقرب وراء السابق لنادي بارادو